يسابق خالد الوقت لاستصدار تصريح دخول لإسرائيل بغارد العلاج قبل موعد عمليته الأسبوع المقبل اتجاه هنا لأحد مقرات الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فهي الجهة المخولة لإصدار آلاف التصريح لفلسطيني الضفة الغربية لأغراض مختلفة أهمها العمل والعلاج احنا كواجب وطني كفلسطينية مفروض علينا بقناعاتنا بأنه احنا لازم نحارب كل هاي الطرق أو كل هاي الوسائل مش رايحين نشمي الهواء مش نازلين نشمي الهواء أنا لما عندي عملية يوم الجمعة لازم أكون بالمستشفى وما في مجال أنه سلطتي تسوي لي تصريح وقع حال الارتباط الكبير للفلسطينيين بهذه المقرات دفع عددا من النشطين الفلسطينيين لإطلاق حملة لمقاطعة صفحة منصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية حملة يقول القائمون عليها أنها تنسجم مع التطورات السياسية بما يخص وقف التنصيق الأمني في الوقع هذه الحملة جاءت بعد التطورات السياسية الأخيرة وتدهور العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية على ضوء قرارات الحكومة الإسرائيلية بالتالي هذه الحملة كانت انطلقت حسب المعطيات الواردة أن هناك تجاوب كبير مع هذه الحملة وفي نفس الوقت تفهم لما يعانيه المواطنين صفحة المنصق التي تنشر إجابات لا تملكها أي جهة أخرى لأسئلة عدد من الفلسطينيين حول أوضاعهم المعيشية والإنسانية يرى البعض في إسرائيل أن مقاطعتها تأتي في إطار سوء فهم لدورها الأساسي والمركزي من هنا مثلا فتح قعات استقبال المنصق للعمال الفلسطينيين ماذا سيفعل العامل الفلسطيني البسيط؟ مع من سيتعامل؟ من سيمنحه التصريح للتنقل؟ من سيمنحه حقوقه؟ هل السلطة الفلسطينية التي تحللت من الاتفاقات مع إسرائيل أم إسرائيل؟ في الوقت الذي شن فيه بعض النشطاء الفلسطينيين حملات لمقاطعة صفحة المنصق وغيرها من الصفحات الإسرائيلية في العالم الافتراضي في العالم الحقيقي المشهد مختلف فدور منصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعتبر لشريحة كبيرة من الفلسطينيين مصدر المعلومة الوحيد والأداة التنفيذية ثروة تقرأ الحرة رام الله